اهلا بكم مشاهدينا في عين على البرلمان حواري النهاردة حواري الحقيقة أنا منتظره بشكل شخصي من فترة كبيرة هتكلم فيه عن لجنة حقول إنسان في مجلس النواب تعتبر من أهم لجان المجلس لأنها بيسموها كده لجنة كل اللجان دورها قوي وفعال في الكثير من المجالات المجال الأبرز طبعا هو مجال حقوق الإنسان وما لهذا المجال من أهمية في العالم كله متابعة ومرأبة تطبيق المعاملة الإنسانية كمان للمحتجزين في أقسام الشرطة السجون المختلفة كذلك لها دور كبير في ملف الشباب المحبوسة على دمة قضايا ولم يصدر ضدهم أحكام قضائية والرئيس عبد الفتح سيسي تكلم عنهم في مؤتمر الشباب الوطني الأول والدوم اهتمام كبير جدا والمفترض أن في لجنة بتشتغل على ده زي ما احنا عارفين ولها كمان دور مهم جدا في القوانين اللي جاية في الفترة القادمة لأن زي ما قلت لحضراتكم هي لجنة لكل اللجان ضيفي المشرفني في استوديو عين على البرلمان رئيس لجنة حقوق الإنسان ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار ومنتظر منه الكثير من الإجابات وانا عارف انه هو شخصية صريحة برحب بحضرتك سات النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار مشرفنا مبروك اللجنة ومش عارف اقولك مبروك ترامب ولا كنت مع هيلاري والله يبص أنا هقول حضرتك على حاجة خلينا بس نتكلم بواقعية احنا لما جاءت انتخابات وجاء باراك أوباما كل شعب المصري فرح صح وقال ان هذا الرجل نتوسم فيه الخير ويكون عندنا يعني الشرق الأوسط هيظل كما هو وهيبقى فيه نماء للشرق الأوسط وهو وجه خطابه للعالم من جامعة القاهرة وقال للمصريين جميعا وكل العالم إن شاء الله هيعم السلام ولكن حدث ما لا يحمد عقباء حدث طبعا العكس وحدث أن كانت الأجندة الأمريكية لها أهداف أخرى وهي تقسيم الشرق الأوسط شرق الأوسط الجديد الذي تحدثنا عليه كثيرا صحي طبعا فيه ناس كتير بيقول إن الخيارين كلا هما مر ولكن أنا بقول إن مع ترامب هناك فرصة إنما مع هيلاري كلينتن لا توجد فرصة لأن الأجندة معروفة واليديها سقر مع مصر لازم نبعارفين كده إن هي لديها سقر مع مصر إن الخطة أو الشرق الأوسط الجديد الذي كانت تسعى ليه صورة تلاتين ستة أفشلته أفشلت هذا المخطط وبالتالي كانت تستعد لاستكمال هذا المخطط ولكن ترامب الحقيقة تصريحاته اللي شفناها خلال الفترة اللي فاتت تصريحات قوية وبيدعو لعدم التدخل في الشأن وأيضا لازم نبعارفين إن الإعلام الأمريكي للأسف إحنا كنا متخيلين إن إحنا بنتعلم من الإعلام الأمريكي سواء المقروع أو المسموع أو المرئي كان متحيزا جدا غير إن متحيز سيادتك متحيز دي موضوع منتهي ولكن أنا لما أكون إعلام النهاردة بأؤكد للجميع منذ أسبوعين إن هلاري كلينتون سبق بفرق كبير جدا لدرجة إنهم تقريبا نصبوها رئيس الأمريكي منذ شهرين وفجأة النهاردة إن الشعب الأمريكي يخرج على السياسة الأمريكية المتعنتة في الشرق الأوسط دعم الإرهاب والميليشيات الإرهابية في الشرق الأوسط وفي دول أخرى برفض ذلك وتصريح بعض الأمريكيين أن هناك بعض البطالة وهناك الصناعة تتأخر في أمريكا وهناك بعض المواطنين في الأمريكيين يتعرضوا لجمح حريتهم وتراجع كم الحريات هذا أنا باعتبر أن ما حدث النهاردة ليس انتخابات ولكن صورة على الإدارة الأمريكية والسياسة الأمريكية في الشرق الأوسط وبالتالي أنا بقول أن ترامب أكيد حتى لو قلنا أن الشعارات اللي قالها كلها كانت شعارات تهدف إلى كسب مؤيدين ليه خلال العملية الانتخابية ولكن هو ملتزم بيها لأن معروف أن هناك العهد الأمريكي ملتزم بيه وهو التزام وقال لا يتدخل في الشرق الأوسط وأن يكون تدخله في الشرق الأوسط بموافقة الدول ومساعدتهم صناعيا وتجاريا وليس المساعدات اللي احنا قلنا عليها قبل كده اللي هي المزعومة إن أنا في ظاهر الرحمة وبطين العذاب أنا أقول النهاردة أن أنا بحارب داعش ولكن أنا بحارب أنظمة أعتقد أن هناك هيكون تغير في السياسة الأمريكية ولكن إحنا لازم ننتظر نشوف ودي يعني أنا بشير إليها وبأكد إلي أشوف هيعين مين مستشار أمن قومي أمن قومي أولا مستشار للشرق الأوسط للدول الشرق الأوسط وزير خارجية مين وزير الدفاع مين وزير مخابرات مين وزير داخلية مين لأن دي من خلال التعينات اللي هيتعين فيها هذه الحقائب الوزرية أو مدين المخابرات أو مستشارة الأمن قومي هنعرف توجهه هل هو توجهه سيستمر كما استمرت الإدارة الأمريكية في الفترة الماضية ولا لا ثانيا هناك وعود بقى هو أتكلم الرجل بصراحة وقال لك أنا لما إن شاء الله هكسب الانتخابات هسأل الناس على المليارات الأمريكية اللي راحت للشرق الأوسط سواء لدعم الإرهاب أو سواء لدعم بعض المنظمات التي تعمل على الإرهاب أو سواء لدعم الجماعة الإرهابية لازم نشوف عند النوت